بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم لما جاء سيدنا موسى عليه السلام لميقات ربه عند جبل الطور وسأل ربه قال رب أرني أنظر إليك وأجابه الخالق العظيم بأنه لا يمكنه رؤية ربه في الدنيا وأنه لا يطيق بخلقته الحالية في الدنيا هذا الأمر حتى إن الجبل العظيم الضخ لا يطيق ذلك سبحان الخالق العظيم الذي أبدع كل شيء خلقه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لقد أجاب الله تعالى على نبيه موسى عليه السلام كما قص علينا القرآن الكريم قال لا تراني ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجل ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما فاء سيدنا موسى من هول أو من صاعقة ما رأى وهول ما رأى تاب إلى ربه من طلبه الذي سأله بعد أن نزه مولاه لأن الطلب ده لا يطيقه الخلق في الدنيا قال الله تعالى فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وبعد كده خاطبه المولى سبحانه وتعالى بأنه اصطفاه على أهل زمانه بالرسالة الإلهية أنه اصطفى سيدنا موسى عليه السلام بالرسالة الإلهية وبتكليمه بأنه بيوحي إليه بلا واسطة ملك فقال الله تعالى قال يا موسى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وتلقى سيدنا موسى الألواح تلقى ألواح التوراة وكانت عشرة نزلت من السماء وفيها الوصايا العشر لكن السؤال اللي بيطرح نفسه وإحنا بنشوف أحداث اليوم في غزة وفلسطين وغيرها أين صهاينة اليهود اليوم من هذه الوصايا العشر هنعرف إيه السبب لكن بعد من نستعرض سويا إيه الوصايا دي وإيه اللي حصل في إنه صهاينة اليهود لا يتبعون أحكام التوراة الوصية الأولى كانت لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تشرك بي شيئا لكن للأسف إذا أنت بتراجع حديث الحاخامات عن الله تعالى في التلمود تجد إنها لا تليق أبدا بموحدين يوحدوا الله تعالى العظيم إذا قريت صحاء في التلمود وحنعرف إيه التلمود ويعرف إيه المشناه ونعرف ده بعد شوي تجد إنه إحادثهم عن الله كأنهم بيكلموا بعض لكن الحديث عن الله مختلف لما يتكلم المخلوق عن الخالق لابد أن يكون حديثا منضبطا بإني أنا مخلوق ضعيف أتكلم عن الله الخالق العظيم إذا رجعت صحاء في التلمود وحديث الحاخامات لن تجد ذلك على فكرة مش كل اليهود بيقدس التلمود ككثيرين يقدسونه هناك يهود منضبطين بالعهد القديم وهو التوراة الوصية التانية اللي جات في الألواح أني شكر لي ولي والديك إلي المصير أحييك حياة طيبة الوصية التالتة اللي جاءت في الألواح اللي استلمها سيدنا موسى عليه السلام قال له لا تقتل لا تقتل النفس شوف خلي بالك من وصية التالتة ونذكر بها صهاينا اليهود جاءت في ألواح التوراة لا تقتل النفس التي حرمت عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها بينما تيجي تشوف في التلمود أنه أضافوا في التلمود الحاخامات التلمود ده الكتاب اللي بيشرح التوراة وعمل شريعة كمان زيادة عن اللي موجود في التوراة وحاجات كتيرة صعبة جداً هنتكلم عنه التوراة بتعلمهم لا تقتل النفس لأن ده محرم عليك أنك تقتلها يقوم تجد في التلمود أضاف إليها أصحاب العنصرية اللي كتبوه ورحوا قايلين إيه لا تقتل يهود يعني جعلوا قتل غير اليهود واجب جعلوا واجب ديني بيوساب عليه اليهود من ربه مش كل اليهود موافقين على هذا التلمود الغالبية لكن هناك قلة منضبطة بأحكام التوراة الوصية الرابعة إنه في التوراة وفي الوصاية التي استلمها سيدنا موسى عليه السلام لا تحلف باسمي كاذباً فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم اسمي والوصية الخمسة لا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظر عينك ولا يقف قلبك يعني الوحد ما يحصلش خطايا بالجوارح فإني أوقف أهل الشهادات على شهاداتهم يوم القيامة وأسألهم عنها الوصية السادسة ولا تحسد الناس على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي والوصية السابعة لا تزني والوصية الثامنة لا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دون دعواتك أبواب السماء يعني ما ينفعش إننا نسرق لا أسرق فلوس ولا أسرق أرض إنما سرقين الأرض وبيقولوا بتاعتنا ودي أرض عربية تيجي تبص إيه اللي مديهم الرخصة يعملوا كده اللي مكتوب عندهم في التلمود يقوم يزود في التلمود لا تسرق من يهودي يعني مباح تسرق من أي حد تاني التوراة حرمت الربا وعدم الاستيلاء على أموال الناس بغير حق ما ربنا وصفها بالنور والهدى لكن هم في التلمود أباحوها على حسب المصالح يعني على حسب اعتقدهم وأباحوا التعامل بالربا والاستيلاء على أموال الناس بالبطل بس شريطا إنهم ما يكونوا من غير اليهود وخلوا ده أمر واجب طيب سرقة الأرض ما تنفعش ما هي زيها زي سرقة المال أما تكون أرض عربية وبعدين تقول لي مش أرض عربية وتسرقها وتقول لي أرضي وتلم نفسك من كل العالم وتيجي تقعد في الأرض بوضع اليد أليست هذه سرقة؟ التوراة قالت لا تسرق والتلمود قال إسرق بس من غير يهودي يعني ما تسرقش حد يهودي إسرق أي حد غير اليهود الوصية التسعة لا تزبح لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليه اسمه يعني الدبح لا يكون إلا باسم الله ما يكونش باسم حد تاني الوصية العاشرة وأحبب للناس ما تحب لنفسك وكره لهم ما تكره لنفسك طب أنتو فين من وصايا التوراة دي يا صهاينة اليهود أنتو فين من هذه الوصايا فين أحبب للناس ما تحب لنفسك خليتوها أنت لازم تحب يبقى المجتمع اليهودي وكأن المجتمع اليهودي ده هم طبعا بيتعاملوا كده على أساس أن هم شعب الله المختار وأنه هم إحنا كلنا بيعتبرونا خدم عندهم ويستعملونا ويستبيحوا أرضنا ويستبيحوا فلوسنا ويستبيحوا دماغنا كله مباح عندهم لأن هم شايفين نفسهم الخلق اللي فوق الخلق أين أنتم من تعاليم التوراة العهد القديم الأسف أنتم بتعتبروا التلمود أفضل من التوراة وبتتعاملوا مع التلمود وكأنه كتاب مقدس وهو ليس كذلك التلمود ما هو إلا كتاب شروح للتوراة جم كده مجموعة من حاخامات وعلماء اليهود شرحوا التوراة ولكن بقى حصل انحرافات على مدار قرون لأنه هو ابتدى تدوين التدوين بتاعه بعد 150 سنة بعد المسيح عليه السلام جمع أو جمع كل الشروح دي الحاخام يضاس وكانت في بداية الأمر اسمها المنشة يعني الشريعة المكررة لأن شريعة سيدنا موسى المكتوبة عندهم في خمسة كتب اللي هي العهد القديم كانت مكررة في المنشة بردو والمنشة كتاب يعني تقدر تقول إيه كتاب تفسير خاص بتفسير زي ما هما بيقولوا على حد عبارتهم ملتبس فهمه في شريعة موسى وكتبين كمان إنه المنشة فيها تكملة لشريعة موسى على حسب ادعائهم ومن هنا ومن غيره دخل التلاعب بأحكام التوراة وظل كتاب المنشة بيزداد بالكتير من الشروح على مر القرون يجي حاخمات ويجي علماء اليهود يزودوا الشروح على شروح من سبقهم فتكبر ويجي علماء أو يعلق علماء اليهود عليه حواشة كتيرة جدا يعني شروح كتيرة وطويلة سموها بعد كده أو جمعوها تحت ما يسمى في كتاب الجمارة أو غمارة حسب النطق إن صح النطق فالمنشة بقت مع الجمارة اللي اتنين كونوا التلمود هم أصلهم إيه؟ هم أصلهم شروح للتوراة التلمود معناه كتاب تعليم ديانة وفيه أداب اليهود بس شروح اتعاملوا معاها بطريقة التقديس التلمود ده اللي عبارة عن المنشة والجمارة اللي عبارة عن شروح الحاخمات وعلماء اليهود واللي ابتدت بعد 150 سنة بعد المسيح عليه السلام بدأت تكتر على مر القرون وجمعوا كل كتابتهم وأدبيتهم بس وصلوا بيها لحد إنهما بيقولوا بنكمل شريعة موسى لأن شريعة موسى كده نقصة فهم بيكملوها الحاخمات بيكملوا شريعة موسى على حد كلامه والحقيقة إنه بيتعامل كتير من اليهود ومش كل اليهود بيتعاملوا مع التلمود على إنه كتاب كأنه كتاب منزل وبيبذلوا الجهد في نشر قواعده للأسف المضرة للأسف بينهم وصلوا إلى حد إنهم اعتبروا التلمود أفضل من التوراة بالسنهم يعني تقدر تشوف ده بوضوح جدا عن طريق قراءة ما جاء في صحيفة من التلمود يقولوا مثلا شو بيقرنوا بين دراسة التوراة وغيرهم من مؤلفات الحاخمات فيقولك إن من درس التوراة فعل فضيلة لا يستحق المكافأة عليه شوف طريقة الكلام عن التوراة ومن درس المنشة فعل فضيلة استحق أن يكافأ عليها وقلنا المنشة اللي هو الكتاب اللي تجمع فيه شروح التوراة وإنهم على حد قولهم كملوا الأحكام اللي نقصة في التوراة جابوا شريعة تاني فقالك اللي بيذاكر التوراة بس يعني عمل فضيلة ليس له مكافأة عليه واللي بيذاكر المنشة استحق أن يكافأ عليه واللي بيدرسها يعني ومن درس الجمارة فعل أعظم فضيلة فبيقدسوا أو بيقدسون كلام الحاخمات وعلمائهم أكتر من التوراة التي جاءهم بها موسى عليه السلام صدق القرآن وكذب موسى مش في عصره بس وإلى الآن وجاء فيه كتاب شاغيشجا أو شاغيجا حسب النطب إنه ما نحتقر أقوال الحاخمات استحق الموت ده في التلموت دون ما نحتقر أقوال التوراة يعني بيقرنوا بين أقوال علمائهم وحاخمتهم وبين أقوال التوراة وجعل إن اللي بيقلل من كلام العلماء بتوعهم يعني ده استحق الموت دون ما نحتقر أقوال التوراة يعني التوراة دي كأنها يعني بالنسبة لهم لا أستطيع أن أنا أردد هذا الكلام وكانوا بيقولوا برضو في صحائف التلموت لا خلاصة لمن ترك تعاليم التلموت واشتغل بالتوراة فقط يعني ما فيش تهوين لكتاب ده كتبكو إيه هذا التهوين لأنهما بيقولوا إن أقوال علماء التلموت أفضل ده النص أفضل مما جاء في شريعة موسى من هنا ببساطة نقدر نفهم قول الله تعالى وكذب موسى مش كذب في زمانه فقط وما زال يكذب موسى بمنتهى البساطة نقدر نفسر الأكت والدبح اللي حاصل هنا وهناك هم بيعتبروا كل شخص غير يهودي بيسموه أغيار يعني غيرهم أي حد غير يهودي بيسموه جوييم جوييم يعني ده مش يهودي فبالتالي هم ملوش إيمة ومالوش حفظ لدمه ومفيش حفظ لماله ولا حفظ لعرضه بحسب تلمودهم إلا أكفه أحبارهم رغم إن رب العالمين سبحانه وتعالى أخبر نبيهم موسى عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وقال المولى سبحانه وتعالى لنبيه موسى بأن يؤمر بني إسرائيل إنهم يأخذوا بأحسنها يعني يأخذوا بأحسن الأمور بأحسن الأوامر والتكاليف يكونوا في درجة الرقي في أخذها وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلة ربنا بيقول موعظة وتفصيلة مش مستني هؤلاء الحاخمات ولا العلماء عشان يقولوا تكملة لشريعة التوراة شو ربنا يقول وتفصيلة لكل شيء موعظة وتفصيلة لكل شيء فأمر ربنا سيدنا موسى أله فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين يعني نصة الآية على خصيلتين تقربان إلى الله تعالى أول وحدة بتستدعي ليهم ثواب عظيم إذا هم عملوه يعني إنهما يخدوا بالأفضل يعني إذا لي حق عند حق وعايز يخدوا ده العدل وإذا خد عفى عنه فده العفو يعني العفو أفضل من القصاص ده معنى يأخذوا بأحسنها بيدعوهم إلى التسامح والإحسان مش بس العدل لأوا يفوقوا مرحلة العدل بالإحسان بالعفو وبعدين ربنا وعدهم وعد سيدنا موسى بإنه يريهم يري هؤلاء دار الفاسقين سأريكم دار الفاسقين ودي أرض الجبابرة أو العملقة وقيل أرض اللي هي أرض الشام ما رأاها بنوا إسرائيل ولم يدخلوها اللي دخلها أبنائهم مع يوشع مع يوشع ابن نون لأن سيدنا موسى ما دخلش فلسطين أصلا اللي دخلها بعد كده يوشع ابن نون ومش كان دخلين عشان يحتلوا الأرض يتعايشوا بمعاني وأنوار سماوية إنما هم أخدوها مصلحة دنيوية يحطوا على الأرض دي يقولك بتاعتنا وياخدوا حاجة الناس يقولك بتاعتنا وينهبوا أموال الناس يقولك حاجتنا نفس القصة أصحاب الأنوار والرسائل الربانية مش أصحاب مطامع دنيوية إيه فائدة القتل والدم والدبح والاستلاء وتضيع إن النفوس تعيش في سلام وأمن وأمان عشان أنتم شعب الله المختار وعد الله ذرية بني إسرائيل إنهم يدخلوا ده ما دخلوهاش مع سيدنا موسى دخلوها مع يوشع ابن نون وهو فتى سيدنا موسى عليه السلام وبعد هذا اللقاء النوراني العظيم هذا اللقاء الذي كان يتشوف إليه سيدنا موسى عليه السلام وبعد ما أخذ موسى الألواح اللي فيها الخير لبني إسرائيل والذي لم يعملوا به وبدأ يهم بالانصرف من هذا اللقاء أخبره ربه بفتنة قومه فرجع من جبل الطور غضبان شديد الحزن مما فعله قومه من بني إسرائيل قال الله تعالى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا صدق الله العظيم شكرا